تخيل عظمة النادي بتاعك وسط كل هذه الحرب من الحكام بتوقع كابتن عصام عبد الفتاح اه انا قصد ان اقول هذا الكلام انا قصد اقول الكلام ده ليه لانه محدش بيطلع يرد يقولك مثلا لا اسلام الكلام اللي انت بتقوله ده غلط الكلام الصحيح هو كذا وكذا وكذا او ما انا طالع قيل يا كابتن عصام انت عندك حق انت قلت كلام مظبوط او فلان الفلان يقال كلام مظبوط لكن انا بسمع روح البروتوكول واحتواء ويقولك دي حاجات احنا بندرسها بندرسها فين يا كابتن احنا سألنا الناس ما حدش قال لنا بندرس احتواء ولا ولا الكلام ده كله وبعدين لو بالفعل في حاجة اسمع احتواء والاحتواء ده اكيد ليه معنى او ليه طريقة او ليه اسلوب لو بتدرس حاجة اسمع روح البروتوكول روح البروتوكول بتاع الفر غريبة جدا انا انا زي ما قلت لحضراتكم كده خلونا جماعة النهاردة نتكلم فيه بروح الحلقة ما احقول ايه ما انا بعد كده ألبس سود في سود وأطلع كأن طب خليني اقول لحضرتك حاجة كابتن عسام وانا نفسي الشباب عندنا يقولولي مثلا احنا عندنا كام تخيل حضرتك ان فيه تلات حكام عرب تم ترشحهم لكأس العالم القادمة او موجودين كحكام للساحة في كأس العالم القادمة في قطر خلاص في الفين اربعة وعشرين واحنا ما عندنا نشجر حكم واحد بس كابتن محمود ابو رجال اللي مشرف مصر حكم واحد بس حكم مساعد صح فعلا هناك تطوير واضح تقول ايه وفطأ بكاني جسامة تخيل حضرتك ان اللي احنا عمانين نسمعه وبقالنا شهرين او تلات شهور كلنا استبشارنا خير بوجود هذه الشخصية المحترمة جدا كابتن عسام عبد الفتاح محترم جدا مستوى الشخصي انا مكلمش على الشغل رجل محترم وراجل كويس جدا جدا ومن الناس اللي تعرف ومسقف وتتكلم معاه وكل حاجة ولكن في نفس الوقت كل الكلام اللي بيقوله كابتن عسام هو عكس الكلام اللي احنا بنشوفه في الملعب قد يكون بيبزل جهد انا معرفش يعني انا مش متابع وبحاول والله هسأل ايه اللي بيحصل هنا يعني مش شايف ان في جهد يعني ما كانش بيحصل قبل كده بقى بيحصل دلوقتي بالعكس انا شايف ان المستوى بيقل بيقع مننا وانا كنادي اهل نزام بايه حضرتك ان انا اخسر مباراة بهذا الشكل اخسر في الملعب ما عنديش مشكلة خالص ويا ما قلنا ويا ما طالبنا قلنا يا جماعة طالما عندنا ركل الجزاء ضد النادي الاهلي احسبها ركل الجزاء ليه النادي الاهلي ايه اللي احسبها مثلا يعني انا بقول مثلا فانتخيل حضرتك ان حكم واحد بس اللي موجود كابتن محمود عبد الرجال حكم مساعد موجود في مصر في قطر 2014 لكن بقى كابتن امين عمر كابتن البنة كابتن بقية الكباتن الكبار تخيل حضرتك ان في محكمة من رواندا موجودة من رواندا موجودة في كاس العالم القادم حكم ساح وكابتن محمد الصباحي قاعد سبع دقايق ولا ست دقايق مستني يشوف الفار سبع دقايق ما ينفعش لو حد شاف اللي بيحصل مبارح في مطش الاهلي واللي حصل قبل كده في مطش البنك الاهلي هيقولك يا عم انا خلاص بقى نشوف غيره ما ينفعش تخيل حضرتك ان انت بتضر بالتحكيم المصري امام الافريقيا وامام العالم كله اي حد بيتفرج اذا انا كنت قاعد مع بعض اخواتنا الاجانب بيتفرجوا معا بيقولوا يلبع وفي ايه بجد والله العظيم وليه وفي ايه هو اللي بيحصل ده عادي عندكم قلت له ما يعني حاولت طبعا قلت له بالعكس احنا عندنا حكام من افضل الحكام اللي موجودين ولكن يمكن مستني القرار بس عشان ينشوف الكورة قال لي كورة باينة بالعين مبارح والله يعني ناس بتحب الكورة يعني مش في لجنة حكام ولا في حاجة لا ده ناس كده بتحب الكورة يعني فبيقولك تخيل حضرتك يعني الاهلي حرب عليه محليا وافريقيا وفي نفس الوقت النادي الاهلي ان شاء الله يبقى الاول في الدورة العام المصري بعد ما يكمل بقيت مبارياته ووصل للمباراة النهائية رغم هذا الظلم الكبير جدا نعم